بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أهلا وسهلا بكم على منصة تبارك الرقمية في البداية بنوجه الشكر لأستاذ يونس الرحبي على الجهد المبزول لإتمام العملات التعليمية والتواصل بين المدرسة والطلاب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف 11 بنستكمل الجزء الثاني من درس التشريعات والقوانين العمانية في الحصة الماضية تعرفنا على إزاي عمان دولة قانون أو دولة مؤسسات وإن اللي ما فيها وما تحتويها من قوانين تعرفنا على تعريف النظام الأساسي ومتى صدر وعدد أبوابه ومما يتكون كذلك عدد المواد التي يحتوي بنكمل موضوع اليوم برضو بنتكلم عن النظام الأساسي في الحصة الماضية تكلمنا عن تكوينه وطريق صدوره اليوم بنتكلم عن أهميته في البداية حاول تتخيل الوضع من غير قوانين حاول تتخيل أن الأمور بتصير حاليا من غير قوانين إيه اللي ممكن يحدث؟ فعلا هنجد زي هنجد انعدام الأمن عدم الاستقرار عدم صيانة أو حماية حقوقك وملكياتك الشخصية هنجد الحاجة اسمها بلك البقاء للأقوى طيب ده الوضع من غير القوانين طيب تخيل بقى أو بتعال نخيل بتتكلم الفرق بين عدم وجود قوانين ووجود القوانين أو النظام الأساسي ده هننتكلم عليه اليوم تعالى نوضح أهميته بقى إيه أهمية وجود قوانين داخل الدولة هنجد النظام الأساسي من أهميته واحد إن هو كفل استقلال القضاء بمعنى يعني إيه كفل استقلال القضاء؟ إن هو جعل القضاء مستقلي بدليل إن الدولة تتكون زي ما قلنا الحس الماضية من ثلاث سلطات رئيسية وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية إن القضاء سلطة مستقلة لا تخضع لسيطرة أحد هي أحد السلطات الرئيسية المكونة للدولة إن النهضة في انطلاقتها حرصت على تطبيق العدل وأكبر دليل أيضا إلى جانب القضاء هو أحد السلطات الرئيسية هي إن أول وزارة انشئت في عمان بعد انطلاقة النهضة كانت هي وزارة العدل يبقى دي أول أهمية للنظام الأساسي هو إنه كفل استقلال القضاء ثاني أهمية له هو إنه أول وصيقة قانونية متكملة في التاريخ العماني إن النظام الأساسي اللي صدر في عام 96 كان لأول مرة يبقى العمان قانون أو فكرة دستور إن كان في القبل كانت الأمور أمور قبلية ثالث أهمية له إنه بيضمن المبادئ أو بيتضمن المبادئ الموجهة إلى تعزيز أواصل الصداقة والتعاون مع الدول والمنظمات الأخرى إن النظام الأساسي هو اللي بيحدد للدولة الشروط والمعايير اللي هتقيم على أساسها علاقات صداقة وتعاون مع الدول الأخرى وكذلك المنظمات الدولية رابع أهمية للنظام الأساسي هو أنه وفر أقصى حماية للفرد وحافظ على حرياته وكرامته وحقوقه يعني أنت كشخص يعني ذاتك محمية بمجب النظام الأساسي إنه ممنوع الاعتداء على شخصك كذلك ممنوع الاعتداء على ملكيتك من اللي يوفر لك الحماية لك من الأقوى منك أو بيحملك ملكيتك سيارتك بيتك بالضبط هو القانون يبقى من أهمية النظام الأساسي إنه وفر لك أقصى حماية للفرد بسماء الحماية الشخصية كذلك أيضا إلى الممتلكات من أهميته أيضا احتوى على المبادئ الرئاسية التي تقوم عليها سلطات الدولة وسياستها إنه النظام الأساسي حدد للدولة السلطات اللي هتقوم عليها اللي قلناهم سلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية وهو اللي حدد لكل سلطة الاختصاص أو الأعمال المطلوبة منها كذلك هو اللي بنظم العمل مبين هذه السلطات يبقى النظام الأساسي كفى للاستقلاله بي أو يعتبر أول وثيقة أو أول قانون مكتوب في التاريخ العماني كمان هو اللي بيحدد المبادئ اللي الدولة هتسير عليها في التعاون مع الدولة الأخرى من أماته أيضا أنه حمل لنا كأشخاص حماية شخصية لنا كذلك حماية لحريتنا وكرماتنا وحقوقنا كمان هو اللي بيحدد المبادئ الرئيسية للسلطات التلاتة في الدولة وقتنظيم العمل بينهم فلو حبينا مثلا ناخد باب من الأبواب اللي كنا تكلمنا عنها ونشوف ايه أهم المبادئ الرئيسية اللي بينظمها النظام الأساسي للدولة لو أخذنا مثلا الباب التالت اللي هو بعنوان من فاكر باب التالت كان بعنوان إيه؟ بالضبط كان باب الحقوق والواجبات العامة فهنجد إن من المواد أو الحقوق اللي بيحميها النظام الأساسي هنجد حرية التعبير عنه بالقول والكتابة حرية التعبير عن رأيك سواء بالقول أو الكتابة أو أي وسيلة أخرى تعبر بها عن رأيك هذه المبادئ اللي بيحددها لك النظام الأساسي وتحديدا في المادة رقم 29 من النظام الأساسي في باب الحقوق والواجبات أيضا من الحقوق والواجبات المادة 30 وهي حرية المراسلات سواء كانت بريدية أو مخاطبات هاتفية أو غيرها من وسائل الاتصال الحقوق في المراسلات إنها يجب أن تكون سرية السرية مكفولة فيها لا يجوز يعني مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخرها أو مصادرتها إلا إذا كانت في بعض حالات بيبين القانون ما دي تنحق من حقوقك وهي حرية المراسلات بمختلف الطرق سواء بريدية أو أي وسيلة إيه حقوقك في المراسلات ضمان سريتها عدم تفتيشها أو تأخرها أو مصادرتها إلا في حالات يحددها القانون يبقى دي المادة 30 كمان في المادة 31 من حقوق الإنسان هي حرية الصحافة والطباعة والنشر قلت تكون مكفولة وفق الشروط وأوضاع يبينها القانون حرية الطباعة والنشر مكفولة لك وفق للقانون لكن يحظر في الطباعة والنشر ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس الدولة أو يسئل قرامة الإنسان وحقوقها يبقى عندي في الباب الثالث المادة 29 والمادة 30 والمادة 31 في حد غير الإنسان العماني أهم الحقوق اللي بتمتع بها فظهر عندك حرية الطرق والتعبير بأي طريقة حرية المراسلات وضمان سريتها وعدم مصادرتها أو تبتشاه كمان حرية الصحافة لكن يحظر ما يتم نشره بما يؤدي إلى الفتنة أو يمس الدولة أو قرامة الإنسان وحقوقها نبدأ الوقت ناخد نبزة عن أهم القوانين العمانية ناخد فكرة عن أهم القوانين العمانية هنتكلم عن بعض القوانين العمانية هنتكلم عن زي قانون الجزاء العماني وقانون المرور بس تعال الأول مع بعض كده نحاول نعرف يعني إيه كلمة قانون يعني إيه مصطلح قانوني هنجد أن القانون هو عبارة عن مجموعة من القواعد مجموعة من الأنظمة تضاها السلطة الحاكمة يعني مش أي حد من حقه يصدر قوانين هي مجموعة من الأنظمة تضاها السلطة الحاكمة إيه الهدف منها؟ يتبعها جميع الأفراد يسير عليها جميع الأفراد بهدف تنظيم العمل أو الحياة الاجتماعية يبقى القانون هو مجموعة من النظمة القواعد تضاها السلطة الحاكمة ليسير عليها الأفراد لتنظيم العلاقات بينهم نأخذ مثال لبعض القوانين العمانية فنأخذ قانون الجزاء العماني قانون الجزاء العماني وهو قانون مختلف أو القانون الأساسي لمختلف القوانين الخاصة قانون الجزاء زي إيه مثلا بيوقع عقوبات على بعض الأفعال زي الحرائق، الصرقة، التزوير، انتحال صفة شخص أو انتحال وظيفة معينة كل ديت مخالفات بيعاقب عليها القانون فالمخالفات اللي اتكلمنا عنها وذكرنا بعد أمسها دي تقع تحت قانون الجزاء العماني لكن نظرا للتغيرات الاجتماعية والاجتماعية والأمنية اللي بتحدث ممكن يدخل عليه بعض التعديلات فأدخل عليه بعض التعديلات نتيجة التغيرات الاجتماعية والأمنية دي تقع قانون الجزاء قابل للتعديل على حسب ظروف الدولة قانون الجزاء العماني ادخل عليه العديد من التعديلات القانون الثاني هو قانون المرور وصدر في عام 1973 وقبل ما يبقى مسمى الحالي قانون المرور كان يسمى قانون السير قانون السير ودخل عليه كثير من التعديلات اللي اصدرتها شرطة عمان السلطانية حتى عام 2018 يعني منذ صدوره حتى عام 2018 هو قابل للتعديل على حسب التغيرات التي ممكن ان تحدث قانون المرور نحاول نسكر كلا ونتخيل اهمية اصدار القوانين في مجال المرور هنجل ان هو المنظم لحركة سير المركبات هو اللي بيمنظم حركة سير المركبات على الطرق هو اللي بيضع القواعد اللي تستخدم على الطريق لتسهيل الحركة المرورية هذه القوانين هي المسؤولة على المحافظة على سلامة الارواح والممتلكات يبقى هنا اللي نكلمنا ده اهمية قانون المرور هو اللي بيوضح استخدام الحركة او تسهيل الحركة المرورية المحافظة على سلامة الارواح والممتلكات ينظم حركة سير المركبات ويتكون قانون المرور من سبعة ابواب يتكون من سبعة ابواب منها او من قواعد المرور زي يعني السبعة ابواب بيتكلم عن قواعد المرور ادابه التدابير وكذلك ايضا العقوبات دي بعض ابواب السبعة لقانون المرور بيوضح قواعده ادابه التدابير العقوبات ايه الدليل على اهمية قانون المرور الدليل انه قانون المرور اسهمت في انخفاض اعداد الحوادث وبالتالي انخفاض اعداد الوفيات قانون المرور لما حب ادلل على ان فعلا قانون المرور له اهمية حاجة اهم شيء يدل على ذلك هو انه اسهم في الخفاض اعداد الحوادث في سلطنة عمان وبالتالي انخفاض عدد الوفيات من خلال الشك لو سألتك مما يتكون قانون المرور هتقول يتكون من سبع ابواب منها على سبيل المثال يخضم القواعد الاداب التدابير العقوبات ما اهمية قانون المرور كل واحد ينظم حركة سير المركبات ويضع قواعد تستخدم على الطريق لتسير الحركة المرورية يحافظ على سلامة الارواح والممتلكات معانا الوقت شكل بياني بيدلل فعلا على او بيوضح لنا انخفاض الحوادث من عام 2016 حتى عام 2018 اللي ممكن نستخدمه كدليل على اهمية قانون المرور امامنا في الشكل هنجد في عام 2016 بلغ عدد الحوادث حوالي 4721 حالة بدأ العدد انخفض في عام 2017 بلغ عدد الحوادث حوالي 3845 في عام 2018 وصل عدد الحوادث الى حوالي 2802 حالة فهنا الشكل بيعبر له عن اهمية استخدام قوانين المرور والضر اللي بيكون به في تنظيم حركة السير وحماية الارواح للممتلكات وهنا نبقى انتهينا من درس التشريعات والقوانين الحصة القادمة ان شاء الله بنبدأ فيه الجهاز الاداري للدولة ومؤسساتهم وفي الختام نرجع منكم الاهتمام والمتابعة وان شاء الله بتكون الواجبات موجودة على المودلز ولو فيه اي استفسارات بنتوصل ان شاء الله على بريد المدرسة اشتركوا في القناة